أئمة الشيعة العظام اللي هم يقولون أئمتنا نعم ونحن نراهم والله أئمتنا ونرى وجوبة لعهم الله رحمن وجوب وجوب ومن لم يتبع الأئمة آل البيت فهو ظن نعم شو رائح اليوم تشيع الشيخ عمان لا ما في تشيع يعني أنا أود برضو أن لا أخرج عن سؤالي أنا اليوم أنت برضو مبتسم واليوم كما حدث فيها هذه الأشياء نعم حدث فيه المقتل إذن مثل رحبة نعم الرجل عنده زوجة فضل مات طفل وولد الطفل يحزن أم يفرح حيفرح لهذا ويحزن على هذا أحسن إذن ليس جبتني أنت جعيد نجوم يقول أنا أراك أما أراك فرحا وما رأيتك حزينة رأيت الفرح وما رأيت الحزن طيب الحزن والله من لم يحزن على مقتل الحسين فهو منعسق الله أكبر والذي لا إله إله يسمع الناس حين ما عندنا تقية ثم ما بيستقية بهذا الشكل وملايين من الناس يشاهدوك من لا يحزن من لا يحزن على الحسين مقتله فهو ضال ومن ربي بمقتله فهو فاسق وقد يكون كافرا من لم يحزن من لم يحزن على سأبين أمر طاني من لم يحزن على مقتل الحسين فهو ضال فاجر أما من فرح فهم إما أن يكون منافقا والذي وقد يقوم عليه بالكفر الذي يفرح في مقتل الحسين أو الذي يفرح لمقتل الحسين هذا رأي شيخ عدنان et ceintal هذا رأي الشريعة كيف يفرح الانسان بمقتل حبيب من أحباب رسول الله ثalés كيف يفرح الانسان بمقتل السيد من سعدات المسلم كيف يفرح الانسان في ذرة إيمان ذرة إيمان برجل سيد شباب أهل الجنة إذن لماذا لا تجعلون الناس تحزن لماذا لا تخبرون الناس بها